موضوع العنف موضوع معقد وموضوع مرتبط بالجنس البشري منذ ان الجنس البشري ظهر على السطح البسيطة هذي. العنف اللي هو جزء منه مرتبط بالنزاعات او بالنزوات العدوانية للبشر. هذيك نحكيه على البشر البسيط في حياته البسيطة ما قبل حتى التاريخ. ثم العنف هذي يتطور الى عنف الجامعات والمجموعات. يتطور الى عنف الافراد داخل الاسرة وخارج الاسرة. اكبر ربما اختراع الجنس البشري هو الدولة. اي هو طريقة من طرق الانتظام الجماعي. فلسفة الدولة ايش نية فلسفة الدولة؟ علش قامت الدولة؟ وكما نظروا لها فلسفة عقد الاجتماعي. قامت على مبدأ اساسي. هو نزع ممارسة العنف من اللي كانت كيني حق طبيعي للافراد. نزعوا. معاش حق طبيعي ممارسة العنف. فقط الدولة تمارس العنف. وهذاك عليش يسمعه العنف الشرعي. ومن يمارس العنف من الافراد او من المجموعات. يعتبر خارج القانون. والدولة تمارس عليه العنف لمحاقبته. هالتوازن هذا ما بين النزعات العدوانية للافراد للمجموعات الاخير. هي يتعادل بقدرة الدولة على الردع. وعلى كل ممارسة العنف. وبقدر بتبتحها تكون دولة قوية. قد ما تكون قدرتها الردعية. اللي جاي جديد. ومش جديد ياسر. هو مع تاريخ البشرية. وطولنا نقصيه فيه. هو العنف كيف يتخلل إلى ممارسة السلطة. إلى الجماعات السياسية. خاصة كيف العنف ذايا. ينبني على تصور عدائي للدنيا. نحن وهم. مؤمنون وكفار. مسلمون وعلمانيون. وشوف انت. هالتصور هذين نشوف فيه قدامنا. اللي مراش كيفي. فهو دايوث. هالتصور العدائي مطلقا. يكون ديني والدين يعطيه بعد قوي برشا. لأنه الدين يعطيه بعد المقدس. حتى يكون سياسي. مدني. يعطي أحيانا حالات. معناها. غاية في الانحطاط الأخلاقي. وغاية في العنف. شوفنا في الحركات الفاشية والنازية. وغير ذلك. هنا. هذين أحنا في الوضعية هذه. أحنا في وضعية. متع هشاشات. متع عنف. انفلت. حتى على المستوى الشخصي. حتى على المستوى الأفراد. في كل مظاهر الحياة. وقعد. مش يتسرب. حتى هو موجود. موجود في الساحة العامة. ويكون خطير وقت العنف هذا. يتأسس على نظرة تقسيمية للمجتمع. خاطر كيف يتأسس على عركة. بينزوس أحزاب. وثم عنف في كل العالم. تجم تلقى له حل. تجم تضغط عليه. وتجم تصاوبه. كيف يتأسس على نظرة عيدائية. بين نحن وهم. وقت استيعاب ويكون ضعيف برشة. وقت نمشي إلى الحرب الأهلية. وإلى ممارس العنف. باسم فكرة مقدسة. أو باسم فكرة صحيحة. أو باسم فكرة ثورية نقية. يولي يختر على التوازن المجتمع. ويولي نتيجة الوحيدة. هو تفكيك المجتمع. وتفكيك الدماء. والقانون لم يفترض طريقة للعقاب. لسحب الثقة. لكذا. من الناس اللي يقولوا خطاب. وإلى يمارسوا العنف في خطابهم. مفترض حتى شيء بشعقهم. لأنه نائب عنده الحصانة الدستورية زيادة. لأنه للأسف لسفتاق الاجتماعي ما تصوروش إشقا ديقة في البرلمان التونسي في عام 2020. معناها تصوروا أنه البرلمان. فكرة البرلمان. فكرة السلطة الممثلة للمجتمع. هي تعبر عن الإرادة العامة. هذه كيف الفكرة. واللي موجودة حتى في الدستورة التونسي. البرلمان يعبر على الإرادة العامة. إذا ما تصوروش أنه يتكون منخرم بالدرجة هذه. لأنه ما تصوروش أنه يعبر على النزاعات العدوانية عند عامة الشاب أو يعمق النزاعات العدوانية. لكن العنف حتى داخل البرلمان. القانون يعاقبه. والقانون يفرض حتى على البرلمان. أولا أنه البرلمان يدينه. ثانيا أنه البرلمان حتى لو نائب الممارس للعنف يتمسك بالحصانة. أنه القانون يرفعها عليه وأنه يتعاقب. إذا كان العنف ما يتعاقبش. وإذا كان العنف ما يتردعش. وإذا كان نطبعه مع العنف. رأي نهاية العيش المشتركة. لأنه علاش؟ لأنه الدولة ما تمرسش حقوقها. تدفع المجموعات إلى تعويض الدولة والاستعاذ عليها وافتكاك حقوقها من بعض. المشكلة ببكر أنه التفاكك ليس ناجم فقط من هذا. التفاكك زادا كذلك ناجم من كثرة المطلبيات اللي قاعدة اليوم تنهش فيه جسد الدولة. والدولة عاجزة على تلبيت كل هالمطلبيات هذه. فالدولة بيش تقاوم العنف. بيش تفرض القانون. بيش تخطط لنمو البلاد. في حاجة إلى أن تكون دولة قوية. والدولة الديمقراطية هي دولة قوية. أحنا قاعدين نعمل وهذا ربما إذا كان ثم شيء زمن ثوره عليه. هو نحن في حالة استضعاف مستمر ومتواصل الدولة من كل الجهات اللي يعطي للعنف والعنف السياسي يعطيه إمكانيات ويعطيه فرص. وتونس ما نجمع تقاوم شوية الإرهاب بنجاحات كبيرة جدا. إلا وقتين يتوعدت ناس كل لمقاومة الإرهاب. وإلا كيف الدولة يتحارب الإرهاب. ما هاتش ما تلقى كان الدعم من المجتمع. أما مثلا الدولة عليش ما تجمش تقاوم الانتصام الفوضوي. والانتصام الفوضوي. لأنه ما تلقاش مع أهل المجتمع. المجتمع ما يسندهاش. فهنا الدولة أمامها مسؤولية ضخمة. بيش توقف مسار العنف. لأن العنف لو تواصل على هذه الدرجة سوف يأتي على الأخضر واليبس. وبرشة سياسيين ولا أحزاب سياسية ولا نواب ولا كذا. ما يساعدهمش دولة قوية تبق القانون. ما يساعدهمش يخافوا من دولة قوية. وبرشة لبيات وبرشة مهربين وبرشة تجار أشياء ممنوعة. ما يساعداش دولة قوية. ترجمة نانسي قنقر